يا جماعة دايما بيبقى معلومات وانا يعني طبيعتي اقول لك دي معلومة وده استنتاج وده توقع لما اتكلمت على اللايحة اتكلمت على معلومات مؤكدة بالنسبة 100% ولما قلت وايه اللي بيحصل في اللايحة وايه اللغبطة اللي موجودة دي والدنيا ملغبطة ليه وايه موضوع المندوب السامي وايه موضوع الناس اللي حابة تحط اديها ولما قلت لحضراتكو حصل اجتماع وبعدين اجتماع توقف وبعدين حصل اجتماع تاني وبعدين حيستمر مرة اخرى كل الكلام ده بيؤكدوا مصرح بيه السيد عمر الجناني اللي هو كل الاحترام عندي لما قال احنا لجنة خمسية احنا مكلفين بإدارة اتحاد المصر لكرة القدم واحنا ما عندناش حاجة نخبيها لسه ما توصلناش ولا اي موقف بخصوص اللايحة ولما هيحصل حنعلنه رسميا لقرأي العام قال ان انا لحظت في الاوانة الاخيرة هو يعني الى بعض الاخبار المنسوبة المصدر وصف بانه مسئول جوا اتحاد الكرة من غير ذكر اسنه بيتكلم على اتصالات بتجرى بالمسئولين مصريين والاتحاد الدولي بشأن مهمة الاتحاد انه يعد ليحة واللي هترتب عليها في القريب العاجل ساذ عمر الجناني يعني ناشد وسائل اعلام انها تتريس شوية في الاخبار الخاصة بالامور دي قال انها مبنية على اجتهاد او منصوبة لمصادر غير معلومة قال مش عايزين نثير بلبلة لدى الرأي العام قال انا متفهم حرص وسائل اعلام انها تقوم بدورها انها توصل الخبر للجمهور بس بشرط ان يكون صحيح عمر الجناني كمان قال كل الامور المتعلقة بالليحة الجديدة بتصير وفق خطة العمل اللي هو رسمها والبرنامج الزمني اللي هم متفقين عليها ومن الطبيع ان يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها ده كلام استاذ عمر الجناني وكأنه يؤكد وكأنه يؤكد انه ما حدث من كلام ومن حوار ومن حديث ولما ارجع اقول انه فيه ناس من برة تدخل نعم ناس من برة تدخل وانه في الحوار الست سارة قالت لهم السيد فلان طلب كذا كده بالحرف الواحد يعني وهذا الامر اخضى بعمر الجناني بشدة وقال ان احنا لجنة لها استخلاليتها ولها قرارها ولها حريتها ولن يفرض علينا احد من خارج الاتحاد من هنا بيتكلم داخل مصر شيء حصل غضب وحصل حوار وحصل نرفزة وعصبية وتم الترأيس والتأجيل لمرة ثم التانية ثم التالتة الحقيقة يعني ده الامر كان واضح تماما انه قلت لك الموضوع خلص انا بس اللي عايز اقوله هل في لايحة تونس هل في لايحة المغرب هل في لايحة المغرب هل في لايحة باكستان اي دولة كلها دولة اللي احترامها هل من الممكن ان تأتي الست سارة تقول له حط كذا وشير كذا لا يمكن طالما انت حضراتك انت عندك جيد عندك دليل بتمشي عليه انا ماشي عليه انا كلاجنة ماشي عليه هي لا تملك تقول رشح فلان وما ترشحش فلان شيل فلان وحطه فلان لا 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 خالص هذا الامر الحياة كان موجود بالحب والود والحنية دلوقتي عمر الجناني والكثير من اعضاء لجنته ليس الجميع الكثير من اعضاء لجنته قالوا لا اه صحيح فيه ناس حبايبنا وناس اصحابنا وناس اصدقائنا للأسف فيه ناس برضو ما زالت بتتوجه للاتحاد وناس بتحاول توحي للناس انها اللي بتديروا الامور داخل اتحاد الكرة وهذا الامر والله العظيم بكل تجارد لا يليق انا من يوم ما قدمت استقالتي او من يوم ما مشيت خلاص ما قربتش نهاية الاتحاد انا بروح العب كرة حد 3 خميس في النادي الاهلي يعني ما بيني وما بين اتحاد الكرة هو الصور وقبلها كنت رجل رجل الثاني في هذا الاتحاد لكن من ساعة ما خلقت خلاص هناك لجنة تدير لها كل الاحترام ولها كل التخدير ولها كل المسندة من الدولة لان دولة ساهمت في وجود هذه اللجنة لإدارة شؤون الكرة اه في مصر نمرة اتنين انا ما صدقش انه مش ما صدقش انا على يقين والاتحاد الدولي مع كل الاحترام يعرف فلان ولا علان ولا ترتان ما لوش علاقة انا ببعث له اسماء دي الاسماء اللي هتدير الكرة المصرية اللي كانت اه معينة لكن الانتخابات الكل يتقدم والشاطر ينجح والشاطر يدخل منافسة والشاطر يفرض نفسه في المنافسة واللي شايف انه ليه شعبية والليه قوة والليه جمال يتفضل تفضل يا فندم اللي شايف انه مسيطر خليه الجدع اخذ الاسوات كلها ولا اخذ تلتة اربعة ولا اخذ تمانين في المية منها وكزا وخلي الانتخابات مفتوحة عشان في النهاية هو قرار الجامعية العمية ثم في جامعية عمية لها كل الاحترام اه هبتت الى خمسة وتسعين يقال انها هتبقى تسعة وتسعين او هتستمر على خمسة وتسعين ايا كان لكنه هزي الجامعية ستتكلم وحتقول رأيها في موضوع اللايحة خلينا نسمعهم ومش معنا ان انا كلهم بجيب واحد اقعد معاه وانت حبيبي وانت روحي وانت عناية وانا بس كنت مشغول عنك شوية لكن انا ما اقدرش اتخلى وخلي بالك والقصة والحدوتة الجامعية ما بقتش كده الجامعية ما بقتش كده الجامعية اتغيرت تماما يعني واذا قرارت اللايحة زي خلاص هي وشأنها موضوع محسوم في موضوع اللايحة اما الانتخابات فهي مباراة وانا بعتقد ان مباراة الانتخابات المراضي هتكون تقيلة صعبة يعني اذا الاسماء اللي تم الاعلان انها نازلة انا بقولك في انتخابات انتخابات من اول منصب الرئيس لحد اخر حد في العدوية في نائب الرئيس مفيش منصب محسوم للرئيس محسوم ولا نائب الرئيس محسوم مع الكلام اللي بتقال انه واحد زي خالد لطيب بيفكر بقوة الان في الدخول كان نائب رئيس ولو شعبية قوية جدا هل سيتم السماح ليه ببندة 8 سنوات هل هتم السماح بالتصعيد اذا كان عدو يترشح على منصب نائب الرئيس هكذا اللي نفكر انه الاماكن او المناصب محجوزة لا مفاجآت مدوية مدوية في الاسماء وفي النتيجة بقول هذا الكلام اذا سمح للجميع انه يدخل الانتخابات انا بقول لحضراتكم وحراهينكم على هذا الكلام بالمناسبة اللجنة الخماسية قررت انها تقفل الباب في موضوع دور الجمهورية 99 واحالته للمجلس الجديد انا الحقيقة لو ليه نصيحة للمجلس هقوله لا بعد اذنك يا استاذ عمر قرر مسابق التسعة وتسعة لانه الحقيقة وبكل اسف واحنا كنا مشاركين في هذا الخطأ لما تم الغاء مسابق التمانية وتسعين تخيلنا ان احنا بنفتح الباب للناس كلها عشان تشارك وعشان الانديات تستفيد كانت النتيجة اكتر من الفين لعيب اكتر من الفين لعيب الفين لعيب بلا مبالغة بقوا معطلين مش معقولة ولد عنده واحد وعشرين سنة يبطل كورة فما كانش فيه ما يمنع عبدا ان تبقى فيه مسابق التمانية وتسعين وبالتالي مسابق التسعة وتسعين ما حدث لها هذا العام الحقيقة امر اه صعب جدا يعني بعد اقول لك بص بقى عشان خطر ابنه ابني موليد الفين عشان بس اجيب لكم الاخر يعني كده كده فيه مسابق التالفين وهتبقى جمهورية ولا منطية ولا حاجة فاضيق الاحوال يعني حيبقى مقيد تحت فموليد الفين هو يتمرن فريق اول عشان بس ايه ما حدش يجي في النغو الهلاوس والوسوس اللي بتيجي دي كلها لكن من حق موليد تسعة وتسعين دوريهم لم يكتمل ولن يكتمل يعني دورات النشئين يا جماعة تلغت خلاص ما تتلعبوش قلبكو يعني هو ما زال الجدل في المسابقات الكبرى وانا قلتلكم معلوماتي انه اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي استكمال الدوري امر صعب شبه ومستحيل وعلى فكرة لما انا قلت هنا انه الاندية موافقة على ان الاهل بقى بطل الدوري العام انا اول واحد قلتلكم موضوع ربطة الاندية اللي على الجروب وقلتلكم هما بيقولوا ايه بيكتبوا ايه بيعملوا ايه انا اول واحد قلتلكم هذا الكلام يعني قلتلكم التفاصيل بقى كان فيك جروب اتعرف والناس بدأت تقول الاندية لكن التفاصيل ما يحدث انا قلتلكم ولما بقول لكم خبر بقول لكم خبر انا على يقيم من انه تم تم التناقش واغالبية الاندية قالت نعم يتم الغاء المسابقة يتم الغاء الهبوط يتم تتويج الاهل بطل الدوري العام بقول كلام انا مسئول عنه ما في الماء ما بقولش رأيي انا اتمنى المسابقات تكتمل كلها ده رأيي انا الشخصي طبقا لتوجه الدولة والحالة اللي حتشوفها الدولة في النهاية القرار الدولة ده اللي نفسي فيه لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ما اقدرش النفسي ونفسي كل واحد كده على فكرة لكنه ظروف البلد والحالة الصحية والحالة العامة هذا قرار دولة على دماغنا ونحترمه تماما دون جدال ما فيش جدال في هذا الامر خالص يعني لكن لما اقولك الاندية تناقشت ووصلت الى انه هذا الموسم يكون بلا هبوط وهذا الموسم يتم يعني النادي الاية لبطل الدولة العام هذا الامر حدث بنسبة مئة في المية مئة في المية مش تسعة وسينسعة من عشرة مئة في المية وهو ما زال رأيي الاندية حتى هذه اللحظة محدش يطلع يتكلم على شخصي انا المتوضع كتر قال في خير كنت تتكلمه على شخص المتوضع حضرها تكلم الاندية يعني حضرها تتكلم تحدث مع الاندية وخلاص والموضوع انتهى لكن اي كلام ضد شخص المتوضع على العين والرأس هنا لا برد ولا بجادل ولا بخش في الكلام الفرق ده لانه مش فاضي والمشاهد كمان مش فاضي انه يخش في حالة جدال والسجال اللي بيقى موجودة بلا داعي ولا اي مناسبة